موسيقى هذا البرنامج برعاية كيو ان بي السادة المشاهدون الأكارم أصعد الله أوقاتكم بكل خير كما كان متوقعا الحكومة القطرية تعلن عن موازنة العام 2016 هذه الموازنة ولأول مرة منذ نحو 15 عاما تتضمن عزا لكنه العز الأكبر في تاريخ الدولة الخليجية عز في الإرادات المتوقعة بأكثر من 30% عنده 46 مليار ونصف المليار ريال قطري مع سعر مرجعي لبرمين نفط الموازنة عنده 48 دولار وهو أعلى بكثير عن السعر السوقي حاليا في حال بقاء الأسعار عنده مستوياتها الحالية نحن نتحدث عن عجز قد يرتقي إلى 73 مليار بنهاية العام 2016 وهو ما يمثل تقريبا 9.5% من حساب الناتج المحلي الإجمالي ولكن في خطوة جريئة قبل نتائج العام Q&B يعلن عن استحواذ عن كامل حصة بنك اليونان وطني في فينس بانك بتركيا بصفقة قدرت قيمتها بنحو 3 مليارات دولار أمريكي في القطاع المصرفي الموجودات تتجاوز تريليون و100 مليار ريال قطري لأول مرة في تاريخ المصارف القطرية لكن الدين العام المحلي في قطر يقفز على أساس شهري بنحو 29 مليار ريال قطري نتحدث الآن عن دين عام محلي يناهز 376 مليار ريال قطر لكن في المقابل وفي تقرير التنمية البشرية أصدر عن الأمم المتحدة قطر تتصدر قائمة دول العربية مدفوعا بمتواصل دخل فردي بلحو 123 ألف دولار للفرد القطري في العام 2015 المنشور ابتدأ أهلا ومرحبا بكم استحوذ جهاز قطر للإستثمار وهو صندوق السيادي لدولة قطر على حصة نسبتها 10.5% في شركة أغور الفرنسية العالمية للفنادق بقيمة مليارين و600 مليون يورو ما يجعل الدولة الخارجية أكبر مسافر في مجموعة أغور الفرنسية المتخصصة في مجال السياحة والفندقة حلت قطر في المرتبة الأولى عربيا والثانية والثلاثين عالميا في تقرير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مدعوما بارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي إلى أكثر من 123 ألف دولار في العام 2015 رفضت قطر ما جاء في بيان الاتحاد الدولي لنقابات العمال بخصوص وفاة سبعة ألاف شخص من العمالة الوافدة والتي تعمل في مشريع موديال قطر الفين واثين وعشرين وقال مكتب الاتصال الحكومي أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وتكرار لمحاولة تشويه الحقائق مؤكداً عدم وقوع أي حالة وفاة بعد مرور أكثر من 14 مليون ساعة عمل في المنشآت الخاصة بالبطولة قفزت دين العام المحلي لدولة قطر بنهاية نوفمبر الماضي إلى 376 مليار ريال بزيادة قدرها 29 مليار ريال عن شهر أكتوبر الماضي بينما تجاوزت موجودات البنوك العاملة في قطر التريليون ومائة مليار ريال بزيادة قدرها 28 مليار ريال على أساس شهري في حين نمت وداع القطاع الخاص بشكل طفيف إلى 337 مليار ريال وكذل قروض التي نهزت 408 مليارات ريال قطري عرضت برصة قطر في ندوة تعرفية خصائص ومزايا ومخاطر آلية التدول بالهامش والتي أطلقها مؤخرا وذلك بغرض تنشيط التدولات وتعزيز سيولة السوق وتوفير قنوات تمولية جديدة لشراء الأسهم تزوب المستثمرين الراغبين في شراء الأسهم بمبالغ أكبر من محافظهم المالية كيومبيوة في خطوة تعطي إشارات إلى قوة متانة المركز المالي في دولة قطر تعلن عن استكمال الإجراءات المتعلقة بالاستحواذ على كامل حصة البنك الوطني اليوناني في فينس بانك بتركيا هو خمس أكبر بنوك في تركيا مع موجودات تزيد عن 29 مليار دولار أمريكي طبعا هذه الصفقة تفتح باب دخول كيومبيوة إلى السوق التركي لاستفادة من حجم التجارة ما بين المنطقة العربية وتركيا التي تقدر بـ 52 مليار دولار أمريكي في العام 2014 بعد مفاوضات استمرت لأكثر من عام مجموعة كيو أم بي تستحوذ على كامل حصة بنك اليوناني الوطني البالغة 99.8% في فينس بانك في تركيا في صفقة بلغت قيمتها ما يعادل مليارين وسبعمائة مليون يورو وذلك في أول حضور لأكبر بنك في قطر والعالم العربي في السوق التركي وبعد وقت قصير من حصوله على الضوء الأخضر لدخول السوق السعودي الصفقة وفي بعدها الاقتصادية تعد نقلة نوعية لمجموعة كيو أم بي في ضوء تعاملات تجارية تزيد عن 52 مليار دولار بين المنطقة العربية والتركيا في العام 2014 ومن جانب آخر فهي ترجمة عملية لحالة الدفء السياسي بين الدوحة وأنقرة والتي تطورت مؤخرا إلى علاقة استراتيجية تجمع البلدين ويعتبر فينانس بانك خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمال الموجودات التي تقارب 29 مليار دولار ومن حيث الودائع التي نهزت 19 مليار ونصف المليار دولار ومن حيث القروض التي تجاوزت 14 مليار و600 مليون دولار بنهاية 30 يونيو من العام الجاري وكذلك من حيث حقوق المساهمين بـ 3 مليار و600 مليون دولار ومعدل كفاية رأس المال بما نسبته 16% ويقدم البنك خدماته من خلال 647 فرعا مع قاعدة عملاء تزيد عن 5 مليون و300 ألف عميل وتقول مجموعة كوين بي أنها ستقوم بتمويل صفقة الاستحواذ من خلال السيولة المتوفرة في المجموعة المتواجدة في 27 بلدا مع أصول تزيد عن 143 مليار دولار الحديث عن المسؤولية الاجتماعية للشركات حديث يبدأ ولا ينتهي هنا في قطر تكثر المؤتمرات وتكثر المنظمات التي تعنى بهذا الأمر ولكن حتى الآن ليس هناك من ضوابط ومعيير تحكم هذا الفعل أو هذا النشاط الحكومة القطرية في العام 2010 فرضت على جميع الشركات المدرجة في بورس القطر أن تسدد 2.5% من أرباحها لصالح الدعم المجتمعي سواء الأنشطة الثقافية أو الرياضية وغيرها تفاصيل مؤتمر جديد عن مسؤولية الاجتماعية في هذا السياق نسخة ثالثة لمؤتمر المسؤولية الاجتماعية في قطر تجمع حولها مجددا ممثل الشركات والهيئات الحكومية والوزارات والجامعات والمنظمات غير الحكومية في إطار جلسات وورش عمل تناقش كيفية وآلية تطوير مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية وتحفيز الشركات والمؤسسات المحلية على تبني معاييرها واتباع سياستها حقيقة هناك أكثر من إضافة أضافة هذا المؤتمر خاصة أنه هو الأول من نوعه على الساحة أولا فيما يتعلق بالتثقيف وهذه أعتقد أنها قضية مهمة جدا بالنسبة للمسؤولية الاجتماعية أن تكون هناك ثقافة لهذه المسؤولية الاجتماعية سواء كان عند الشركات والمؤسسات أو القطاع العكومي وأيضا الرأي العام أعتقد أننا استطعنا في عامنا الثالث أن نخلق هذه الثقافة بدليل حجم الإقبال على المشاركة في الجائزة السنوية التي أطلقناها في العام الثاني قطر التي فرضت حكومتها على الشركات المدرجة ما نسبته 2.5% من أرباحها السنوية لدعم النشاط المجتمعي والرياضي لم تتبلور بعد لدى معظم مؤسساتها وشركاتها المعايير والضوابط التي تحكم قواعد المسؤولية الاجتماعية في ظل غياب القوانين التي تنظم العلاقة وغياب المعايير الوطنية للمسؤولية الاجتماعية والتي تثير المخاوف من تهرب الكثير من الشركات من مسؤولياتها اتجاه المجتمع المحلية جائزة المسؤولية الاجتماعية تم إعلانها في عام 2014 وهذه النسخة الثانية لها الآن في العام 2015 هي جائزة تصلت الضوء على أهم المبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية هناك لجنة لتقييم هذه المبادرات يعكف عليها خبراء ومحكمين مختصين في مختلف مجالات المسؤولية الاجتماعية من القطاع البيئة والقطاع الخيري والقطاع الاجتماعي والقطاع الرياضي وتعرف المسؤولية الاجتماعية بأنها الالتزام المستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقيا والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلتهم والمجتمع المحلي إلا أن الممارسات الحالية لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات لا يزال يمارس كشكل من أشكال العمل الخيرية ولا يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للدول وبالتالي يتخلى عن الكثير مما هو مرغوب في تحقيقها على أرض الواقع وتأثيره على المجتمع هذا الأسبوع الحكومة القطرية تعلن عن الموازن العامة للدولة للعام 2016 هذه الموازنة تضمن تعز في الإرادات بنحو 31% عند 156 مليار ريال كتوقع إرادات مع أنفاق متراجع تقريبا ب7% عند 200 مليار ريال قطري الأنفاق سوف يتوجه بشكل أساسي باتجاه المشاريع الأساسية الصحة التعليم والبني التحتية والمشاريع المتعلقة بالمونديال هناك انقفاض في الانفاق الأجاري وكذلك أيضا انفاق الاستثماري بنحو 70% في الاستثماري 18% في أجاري كما كان متوقعا الموازنة العامة لدولة قطر للعام 2016 تسجل أول عز لها منذ نحو 15 عاما بفعل تراجع أسعار النفط بنسبة 60% عن منتصف العام 2014 عز وصلت نسبته إلى 31% في الإراد والمتوقع عند 156 مليار ريال هبوطا من مستويات 226 مليار ريال العام الفائت وذلك بالاعتماد على متوسط سعر نفط عند 48 دولار للبربيل مقابل 65 دولارا في موازنة العام 2015 تقنيرات المصرفات عند 200 مليارين ونصف مليار ريال وبنسبة تراجع قدرها 7% عن الموازنة السابقة التي نهزت 218 مليار ريال ما يعني عز نسبته 23% وبنحو 46 مليار ونصف المليار ريال قالت الحكومة القطرية أنها ستقوم بتمويله عبر أدوات الدين المحلية والدولية ودون المساس باحتياطيات البنك المركزي أو أصول صدق الثروة السيادي وتستهدف الموازنة الجديدة رفع كفاءة المصرفات الجارية والمحافظة على المشاريع الأساسية وعليه فقد بلغت مخصصات الرواتب والأجور عند 49 مليار ونصف المليار ريال وبنسبة نمو من قدرها 2.5% في حين تراجعت المصرفات الجارية بنسبة 13% إلى 58 مليار ونصف المليار ريال وكذا المصرفات الرئاسمالية إلى 3 مليار و700 مليون ريال هبوطا من 12 مليار و200 مليون ريال في الموازنة السابقة في حين زادت مخصصات المشاريع الرئاسية بمبلغ 3 مليار و300 مليون ريال إلى نحو 91 مليار ريال قطري ما يمثل أكثر من 45% من إجمالي المصرفات والتي تشمل على 20 مليار و400 مليون ريال لقطاع التعليم ورحي 21 مليار ريال لقطاع الصحة وما يقرب من 50 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية في إطار دعمها لمشاريع ريالة العمال في الدولة شركة شيل قطر توقع حزن من العقود لدعم اللوجستي مع عدد من الشركات الصغيرة ومتوسطة في قطر بالتعاون مع بان قطر للتنمية بصفقات موازنة على 15 مليون ريال قطري تفاصيل هذه الصفقات وسياسة شيل في دعم الشركات الصغيرة ومتوسطة في هذين اللقائين مشاهدنا حافل توقيع 6 شركات قطرية صغيرة ومتوسطة على عقود مع شركة قطر شل العام الثالث على التوالي حرص بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع شركة قطر شل من تمكين الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى العقود المحلية في هذا المجال بالنسبة لنا في بنك قطر للتنمية نحن نحقق هدف استراتيجي وهو تمكين الشركات القطرية من الوصول لعقود محلية مع شركة عالمية بالنسبة لشركة قطرشل يتحقق هدف استراتيجي أيضا بوصول أو تمكينها من أخذ تلك الخدمات من قطاع محلي يستطيعون السيطرة على مسألة الكواليتي أو الجودة في مخرجاته وأيضا سهولة الوصول للصيانة بالنسبة لرائد الأعمال القطرية أو الشركة القطرية الصغيرة والمتوسطة يحقق عقد مع شركة عالمية مثل شركة قطرشل يمكنه من الوصول إلى عقود عالمية أخرى والتوسع سواء محليا أو عالميا وقعنا ست عقود مع ست شركات صغيرة ومتوسطة بقيمة إجمالية تقريبا 15 مليون ريال تصرف على فترة تتراوح ما بين ثلاث سنوات إلى خمس سنوات طبعا شركتنا مع بن قطر للتنمية وشركة شل قطر هي شراكة استراتيجية للسنة الثالثة على التوالي الهدف من الشراكة نحن نعطي دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة بالطلب على المنتجات في السوق المحلي وثقتنا فيهم إن شاء الله أكيد وبن قطر للتنمية هو يعطي دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من ناحية الاستشارات من ناحية التمويل المالي وعندهم برامج كثيرة ومتعددة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة هي ثالث سنة هذه الشركة هل هذه الشركة حققت الأهداف التي أقيمت من أجلها إلى أي حد التزمت الشركات الفائزة سواء في السنوات السابقة بمختلف المعايير التي قدمت لنجاحها هو بالتأكيد هي شراكة ناجحة وعلى السنة الثالثة للتوالي أثبتت الشركات الفائزة في السنوات الماضية نجاح مبهر وبكل شفافية نستطيع أن نقول أنه تعدت في بعض الخدمات وبعض المنتجات المطلوبة في السنوات الماضية المستوى المطلوب وطبعا كان رفع لمعايير الجودة ورفع لمعايير الكفاءة عند الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية المتقدمة في السنوات الماضية وهذا اللي نسعى إليه ونطمح له عزيزي المشاهدين ما زلنا معكم في متابعة لفقرات حلقة عين على قطر لا تردادوا كثيرا ابقوا معنا هذا البرنامج برعاية كيو ان بي هذا البرنامج برعاية كيو ان بي مرحبا بكم جديد أعزيزي المشاهدين ومتابعة لفقرات حلقة عين على قطر بكل تأكيد قطر اقتصاد ريعي يعتمد بشكل أساسي على تمويل موازنتهم من قطاع النفط والغاز هذين القطاعين تراجعة بنسبة 50-60% فبالتالي كان له تأثيرات على ما جميع الاقتصاد القطر إن على معدلات النموة تنخفضت إلى 3.7% في العام 2015 وكذلك أيضا على صعيد ميزان المدفوعات وكذلك أيضا الناتج المحلي تفاصيل تأثير انخفاض أسعار النفط على مجميع الاقتصاد القطري في هذا التقدير تساقط أسعار النفط والغاز يعيد رسم أولويات السياسة المالية في الدولة الأولى المصدرة للغاز المسال في العالم ويلقي بتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على مجميع الاقتصاد القطرية ومنها معدلات النموة التي انخفضت إلى نحو 3.17% في العام 2015 وكذلك أرقام الناتج المحلي الإجمالية ومؤخرا عجز في موازنة العام 2016 وبنسبة 31% أي بنحو 46 مليار ونصف المليار ريال وذلك لأول مرة منذ نحو 15 عاما قطر الصاحبة اقتصاد ريعي وتمول موازنتها من إرادات الطاقة بشكل أساسي تجد نفسها اليوم وبفعل تراجع أسعار النفط والغاز أمام تباطئ وتراجع في مجامع الاقتصاد الكلي ما دفع صانع القرار لرسم خطة طوارئ أولية تقوم على ضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك وتقليل من المصروفات الجارية والإنفاق الاستثمارية وذلك في إطار رؤية شاملة تقوم على إعادة النظر في السياسات المالية والنقدية بما يحاكي ومستجدات الحالة الاقتصادية وتقليص الفجوة بين الإرادات المتراجعة وكفاءة الإنفاق المرتفعة بما لا يخل بالأولويات وعلى رأسها مشاريع الصحة والتعليم والبنية التحتية ومونديال 2022 القطع غير النفطي النامي بمعدل عشرة في المئة سنويا يبقي رهانات الحكومة القطرية الحالية لتحفيز الاقتصاد واستعادة معدلات النمو المنضبطة في حين كانت أي الحكومة قد بنت ولسنوات خلت موازنات متعاقبة عند سعر نفط متحفظ جدا وبمسافة بعيدة بين السعر السوقي والتأشيري في الموازنة ما خلق عند الدولة الخليجية فوائض مالية كبيرة عززت بها احتياطاتها وعظمت من أصول صندوقها السيادية بينما تضطر اليوم وتحت تحديات تراجع الإرادات ومواصلة الإنفاق إلى 90 برميل عند 48 دولار أي بأقل من 12 دولار عند السعر العالمي ما يطرح الكثير من الأسئلة المتعلقة برهانات الحكومة على برميل نفط فوق 50 دولار في دولة تنتج نحو 650 ألف برميل نفط يوميا و77 مليون طن سنويا من الغاز المسال وبسعر يقل عن دولار و90 سنة لكل مليون وحدة طاقة حاليا العام 2015 كان له تداعيات قاسية على سوق المال القطر الذي فقد الكثير من قيمته وكذلك أيضا من رسملة السوق بفعل تراجع أسعار النفط وكذلك أيضا عوامل إداخلية وخارجية وهذا ما سوف أناقشه مع ضيفي لهذا الأسبوع المحلل المستشار المالي حسام عمبرجي العام 2015 كان عام قاسي على المؤشر على قيم السيولة على الأحجام على تداولات على مزاجية العام لتداول بالنسبة لبعض كيف نظرت إلى هذا العام؟ يعني بالطبع كان بدأنا السنة بمستويات حوالي 12500 نقطة وانخفضوا النفط تحت مستوى المئة الدولار وكان هناك عوامل سلبية ضغطت على المؤشر في ذلك الواقع ثم تبعوا خلال النصف الأول من العام نتائج بعض الشركات التي تأثرت سلبا بانخفاضات أسعار النفط ثم أيضا تبعوا تخارج بعض المحافظة الأجنبية بفعل تققبها لارتفاع الفائدة الأمريكية اللي كان من المتوقع أنه يبدأ من خلال منتصف العام ولكن تأخر حتى نهاية السنة لذلك كان عام غير جيد للسوق خسرنا فيه نسب معتبرة أيضا انخفض عادة السيول اللي تنخفض في السوق إلى مستويات جدا متدنية مع نهاية السنة وصلنا إلى مستويات حوالي 150 مليون ريال قطري لذلك كان عام سيء بعد عام كان عام الأرقام القياسية اللي هو عام 2014 نعم ولكن هذه العامة التي تضغط على السوق متزال قائمة أسعار الرفضة حوالي 35 دولار هناك عاجز في الموازنة نتائج عمل الشركات حتى الآن تعتبر مبهمة موسم التوزيعات أيضا الصورة الضبابية حوله بتقديرك هل سوف نبقى ندور في هذه الحلقة المفرغة أم أنه لا السوق ممكن يستعيد توازنه يعني باعتقادي بعد أن نوصل المؤشرة إلى مستويات الـ 9,650 ويتدى عليها خلال الفترة الماضية ممكن أن نشهد بعض الاعتدادات خلينا نقول حاليا الفنية أو حتى المضائبية خاصة يعني بعد هذه التراجعات القوية شاهدنا أكثر من 15 شركة تسجل أدنى سعر إلها في 52 أسبوع خلال الفترة السابقة لذلك مع ترقب المستثمرين مع أغلاق السنة المالية مع توقعات خلينا نقول يعني محدودة لتوزيعات نقدية أو حتى توزيعات أسهم خلال خلال الفترة القادمة ممكن أن نشهد عودة مع أخرى المؤشر وتثبيت أقدامه مع نهاية السنة فوق مستوى العشرة ألاف نقطة لكن حسام في المقابل إلى أي حد تشوف أنه المحافظة والصناطيق المحلية كانت صمام أمال السوق وحميته عند منطقة العشرة ألاف نقطة وقديش كانت المحافظة الأجنبية دورها انتهازي؟ يعني شاهدنا هذا الدور الانتهازي لمحافظة الأجنبية من بداية العام وتحولت للأسف خلال فترات التداول للأسف إلى عوامل سلبية بالإضافة إلى سعية نحو عمليات مضاربة سريعة بعيدا عن عمليات الاستثمار التي نحن بالأساس فتح لهم المجال في الدخول للسوق إلى عمليات الاستثمار وليس لعمليات مضاربة سريعة والحصول على أرباح على أكتاف صغار المستثمرين للأسف كانت فلوسهم هي وقود انخفاضات السوق واحترقت بعض هذه الرسمية والمحافظة المحلية حمت السوق شفناها باقر فترة بشكل أو بآخر نعم كانت هي الصمام الأمان واستطاعت امتصاص جزء من عمليات تخرج المحافظة الأجنبية في بعض الشركات وليس في جميعها لذلك بعض عمليات الشياء استطاعت المحافظة على المؤشر عند 9600 نقطة واستطاعت أيضا باعتقاد العودة إلى مستويات تتجاوز 10 ألاف نقطة واللي أتمنى أن يتستمع عمليات هذه الاتفاعات خلال فترة القادمة حسام الآن لدينا أداة جديدة في السوق هي تداوب الهامش بتقديرك إلى أي حد هو سيف ذو حدين بالطبع هناك مزايا وهناك أيضا مخاطر كيف سوف يتعطى السوق معها هل ممكن تحفز السيولة؟ ولكن في المقابل كيف يمكن تلاف المخاطر هذا الموضوع؟ طبعا سيكون هناك تحفيظ قوي للسيولة عمليات فتح الشياء الهامش سيدعم أحجام التداول في السوق وبالنتيجة ممكن أن يكون له عوامل جدا إيجابية في اتفاع السوق ولكن العوامل السلبية باعتقادي هي تفتح هذا المجال أمام من يجهل مخاطر ومساوئ التداول في الهامش عليه هو شخصيا صحيح هو بالنهاية شخصيا ولكن سيكون له بعض العوامل السلبية حسين عمبرجي أشكرك وأنت بس شهر المالي على هذه الإضاءة وهذه القراءة لمجارة في بورس القطر في هذا العام 2015 شكرا لك شكرا للمشاهدين بهذه الإضاءة على مجارة في بورس القطر في العام 2015 تكون حلقتنا قد وصلت إلى آخر محطاتي في الأسبوع المقبل نلتقي إلى اللقاء هذا البرنامج برعاية Q&B اشتركوا في القناة